نبتل الأرض حقنا وهي أمام المدرسة من الألغام داخلها ما يقوله هذا المزارع يحكي واقع كثيرين بعد أن استبدلت الميليشيا زراعات المحاصيل الزراعية بالألغام التي تسببت بإعاقة الأرض والإنسان لم تكن الألغام وحدها أدوات الميليشيا في حربها على اليمنيين فنهبها واحتكارها للمشتقات النفطية تسبب بنقص المياه التي تتوفر عبر مضخات تعمل بالديزل فضلا عن تعرض الإنتاج المعد للتسويق للتلف نتيجة عدم قدرة المزارعين على نقله وتسويقه الفيضانات والسيول أيضا التي اشتحت العديد من المحافظات الشهر الماضي أدت إلى انتشار الجراد الصحراوي ليضاف لقائمة مشاكل هذا القطاع فبحسب المركز الوطني للمعلومات فإن القطاع الزراعي يمثل أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني وتمثل نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي 54% من إجمال القوى العاملة في البلاد ما يجعله في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة أمر جعل منظمة الأمم المتحدة الفاو تصف الوضع في اليمن بالكارثي نتيجة حاجة أكثر من 14 مليون شخص للمساعدات ليصبح الفقر والبطالة والجفاف والموت مصير اليمنيين وأرضهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر